لمصاري العلاقات الثنائية، مجالات التعاون، قضايا الإقليمية والدولية، التوترات الدولية الحالية والعمل على تحقيق الاستقرار والسلم على المستوى الدولي ونستمر في هذه التكثيف جهودنا للارتقاء بمجالات التعاون سواء مع شركائنا الأوروبيين أو مع الولايات المتحدة أو مع الدول النامية شركائنا وبالأخص طبعاً الدول الأفريقية الشقيقة بتحظى علاقتنا بها باهتمام وتميز سيد الوزير، ربما البعض حدث عن المئة مليار اللي حالك تكلمت عليها من شوية من قمة باريس أو كوبنهاجن إلى الآن، الدول لم تلتزم بهذا الأمر، النهاردة الكلام على تريليون دولار الدول هتدفع إزاي؟ ومن اللي يتابع هذا الأمر كيفية الإنفاق والتمويل للدول المتضررة؟ دي من القضايا طبعاً قضية التمويل هي قضية مركزية بالنسبة للتعامل مع تغير المناخ وهناك تقدير بأنه المبدأ الأساسي هو المسؤولية المشتركة متبينة القدرات اللي لا بد من مراعتها وبالتالي لا بد من توفير الأليات للدول النامية اللي تتطلع بمسؤوليتها في مواجهة التحديات المرتبطة بقضية المناخ سواء من حيث التخفيف أو التكايف التمويل وكيفية توفيره من قضية رئيسية والكل يعلم أنه المئة مليار كتعهد كم هو شيء ضغيل لمواجهة التحدي بهذه الدخامة ومن هنا الإدراك بأنه لا بد من إيجاد وسائل أخرى تضاف إلى المساهمات الحكومية سواء كان من القطاع الخاص من مؤسسات التمويل الدولية من مراجعة هذه المؤسسات لخواعد إجراءاتها لتتيح التمويل بتكلفة منخفضة بضمان للدول النامية تستطيع من خلالها التنفيذ لتزامتها واتخاذ من الإجراءات التي تحمي مصالحها وتسهم في قضية تغير المناخ ما يتم الاتفاق عليه هو رهن للتوافق والقرارات التي يتخذها المؤتمر لكن بصفة عامة هناك اعتراف من الكل أنه هناك خسور وهناك فجوة في التمويل يجب أن يتم سد هذه الفجوة طبعا في ظل الظروف الاقتصادية الدولية الرهنة والضغوط الخاصة بالتضخم هذه المهمة يزداد صعوبتها ولكن استمرار وضعها واستمرار الاعتراف بها والعمل على سد الفجوة وزيادة الخدرة على التمويل هو أمر لابد من التعامل معاه بشكل واقعي وبشكل يعني يؤدي لتقدم خلال مراحل مختلفة للتعامل مع قضايا المناخ ماذا عن دعوة سيد الرئيسة أفتاح السيسي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية وهناك تعاون وتجاوب من دول كثيرة حول هذه الدعوة روضي الأفعال اللي وصلت متابعة حضرتك وزير الخارجية الرسالة هي رسالة متسقة مع السياسة المصرية السعية دائما لتحقيق السلام والاستقرار وأهمية ذلك لتركيز الجهود على التنمية والبناء وعمل على توفير احتياجات المواطنين سواء على المستوى الوطني الإقليمي أو الدولي فلا تستطيع دولة أن تركز جهودها في التنمية وهناك صراعات على حدودها أو في بحيطها أو في الرقعة الأوسع من الصراعات والتوترات الدولية ومن هنا دعوة الرئيس هي تصب في مصلحة عامة للنطاق الدولي ومصلحة خاصة في جهود المصرية والضغوط التي تتعرض لها مصر نظرا للأوضاع التي تولدت عن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على المناخ الاقتصادي العالمي وكان بالتأكيد الردود الفعل الإيجابية تجاه الدعوة هي تقدير لما تسعى إليه من تحقيق السلام تحقيق الاستقرار التوجه دائما نحو ما هو إيجابي ومحاولة احتواء الأثار المدمرة والأثار القاسية على المواطنين من انتشار الحروب والتوترات